اوعد فوتيها سجليها عندك لرمضان بصراحة سوبر توفير بكيلو لربع من اللحمة المفرومة هتاكل لحمة طول الشهر ان شاء الله نبدأ على بركة الله الفيديو اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اتمنى من حضراتكم تقدروا مجودنا تدوس اللايك للفيديو اول حاجة كده يا جماعة هنجيبين الميزان بتاعنا وهنبدأ نقسم كده 750 جرام اللي هو كيلو لربع لخمس كور كل كورة 150 جرام زي ما حضراتكم شايفين عايز اقول لكم يا جماعة اعملنا اكتر من اكلها ويريد تمشوا على الطريقة دي بالزبط بصراحة هتدعو لي ومش هنزود بقى حاجات كتيرة وطعم اللحمة يروح والوصفة تبوز انتوا عارفين ان الحاجة غالية اول حاجة كده هناخد كورتين من اللحمة المفرومة اللي هما 300 جرام هننزل كده اول حاجة كده هنجيب ربع كيلو من الرز انا كان عندي رز بصراحة كده مش بحبه خالص فقلت لازم استخدمه في الوصفة دي هنجيب المطحنة وبعد كده هنبدأ نطحن ربع كيلو من الرز زي ما انتوا شايفين بالشكل ده هنجيب البولة بتاعتنا كده هننزل اول حاجة بال300 جرام من اللحمة المفرومة وممكن عادي تخلوها ربع كيلو من اللحمة المفرومة مفيش مشكلة وبعد كده هننزل بقى بالربع كيلو من الرز اللي احنا تحنناه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه وبعد كده بقى هنبدأ نجيب بصلة متوسطة الحاج انا كان عندي بصلة كده كبيرة فانا هقسمها نصين بسم الله ما شاء الله كانهم 3 توائم يعني 1 2 3 فانا هخلي جزئين او نص في وصفة وهخلي النص في الوصفة دي يبقى احنا هنحتاج بصلة كده متوسطة الحجم بعد كده يا جماعة هننزل عليها كده بربطة من الخضرة بقى دون ازباك وزبرة اي حاجة انتوا بتحبوها وبعد كده هننزل بقى بالبصلاية متوسطة الحجم المبشورة هنبشورة كويس في المبشرة زي ما انتوا شايفين بالمية بتاعتها عادي خالص وبعد كده هنبدأ بقى نضيف البهارات بتاعتنا بمعلقة البهارات يا جماعة لهي المعلقة الصغيرة خالص الاصغر من المعلقة الصغيرة معلقة صغيرة من الكمون معلقة صغيرة من الكسبرة وطبعا معلقة البهارات دايما بتبقى كأنها نص معلقة صغيرة تمام كده وبعد كده رشة بسيطة من الفلفل الاسود طبعا بيبحثها بالرغبة وبعد كده معلقة صغيرة من الملح وبعد كده رشة بسيطة كده من السكر ومكعب من مرقة اللحمة او الدجاج برحتكم وبعد كده بادينا بقى كده هنبدأ نعجم كده المكونات دي كلها مع بعض بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوات ساكتين ليه متصلى على النبي الله ومصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم طبعا يا جماعة كان فيه حتى اتبصلة كده معرفتش ان انا ابشورها فخفت اتعور فقلت لا بقى ايه تتفرم في الكبه مفيش مشكلة بعد كده هنجيب ربع كبية من المياه وهنضيف عليها معلقة صغيرة من البيكنج بودر وبعد كده هنزلهم كده في الكبه كل ما تلاقوها يا جماعة واقفة معاكو تزودوا شوية مياه صغيرين لغاية ما تبدأ انها تدور وبعد كده بقى هنسيبها في الفريزر لغاية ما نبدأ نتكمل الوصفة ممكن نسيبها في التلاجة ولكن انا سبتها في الفريزر علشان انجز معاكو الوصفة والح اصور الفيديو بعد كده بقى يا جماعة نجيب الطاصة بتاعتنا وهننزل فيها بتالت اربع معالق كده كبار من الزيت بعد كده هننزل بجزراية سواء ما تقطع صغير او مبشورة المتاح عندكم اللي تقدروا تعملوه انا كان عندي الجزر في الفريزر فكانت صعب جدا ان انا بشره بعد كده هننزل ببصلاية كبيرة الحجم مبشورة طبعا انا برضو كان عندي جاهز في الفريزر فاستخدمت اللي هو في الفريزر هتول ان انا نفرزه وبعد كده هننزل بمعلقة صغيرة من الملح ورشة بسيطة خالص من السكر وبعد كده هنبدأ بقى نشوح الجزر بتاعنا والبصل مع بعض بالشكل اللي انتو شايفينه ده طبعا احنا كده اول وصفة سبناها في التلاجة كده شوية لغاية ما نخلص زي ما حضراتكم شايفين اول ما كده البصل يبدأ يفك كده مع الجزر هنبدأ بقى ننزل يا جماعة ب300 جرام من اللحمة المفرومة يبقى احنا كده يا جماعة خلصنا اول كورتين وتاني كورتين كده ناقص كرة واحدة بعد كده هننزل بالبهارات معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الكمون ورشة بسيطة من السكر وممكن نزود كمان ملح شوية وبعد كده رشة من الفلفل الاسود ومعلقة كبيرة من معجون سلسة الطماطم ونحطها كده على النار لغاية ما تبدأ انها تتقصك بالشكل ده وبعد كده هنبدأ ننزل عليها بكبية من الميا المغلية كبية كاملة وهنبدأ بقى يا جماعة نقلب كويس جدا على نار متوسطة الى نار ضعيفة اول بس ما تبدأ تقلب معنا هنوطي النار خالص وبعد كده بقى يا جماعة نسيبها كده على نار منخفضة عشان اللحمة تتعصك وتستوي معنا وهنجيب بقى اخر كورة معنا اخر 150 جرام من الكيلو الاربع من اللحمة المفرومة هننزل بقى عليها جماعة بالبصلية متوسطة الحجم اللي احنا كنا واغدينها في اول الفيديو ولكن لازم نصف المية بتاعتها خالص مش محتاجين مية البصل في الوصفة دي وزي ما حضراتكم شايفين المية قدامكم هي بس هننزل بقى كده بالبصلية بتاعتنا على اللحمة المفرومة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عايز اقول لكم يا جماعة ممكن نعمل وصفات موفرة كتير جدا ولكن طعم اللحمة هيروح لكن النهاردة هنعمل وصفات ممتازة جدا هننزل عليها برشة من السكر ومعلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الصلصة ومعلقة صغيرة من الكمون ومعلقتين صغيرين من بوهرات الكفتة وبيضاية او ممكن نجيب معلقة كبيرة من البيض يعني البيضة مخفوقة كده وننزل عليها بمعلقة كبيرة من البيض اول من انا كده المية بدأت تتشرب يا جماعة نقطع كده شوية فلفل رومي او فلفل حار ونبدأ نحطه كده وبعد كده نرجع للكفتة بتاعتنا هنبدأ بقى كده بالاسباتيولا او بادينا هنبدأ نعجل المكونات دي كويس جدا مع بعض بالشكل اللي انتو شايفينه ده طبعا علشان البصل ماء ما احنا صفنا منه من المية يكون فيه برضو مية فهنبدأ بقى نزود معنا كده البقسمات المطحون هنحتاج بحدود مثلا معلقتين او 3-4 مالك بالكتير مش هنزود طبعا علشان طعام الكفتة يا جماعة وزي ما حضراتكم شايفين طبعا احنا هنا المية وخمسين جرام باسم الله تبارك الله وصله لتلتمية خمسة وسبعين جرام هنجيب بقى علب البلاستيك الجميلة دي طبعا هنجيب اول حاجة كده الكفتة بتاعتنا احنا وزنناها تلعت الكمية دي هنبدأ بقى ان احنا نوزع على عددنا يعني لو حضراتكم 6 افراد هتبدأوا مثلا كل سبايب 65 جرام زي ما انتو شايفين بالحجم ده لو انتو مثلا 3 افراد على حسب بقى جماعة انتو حابين الكفتة تبقى قد ايه انا دمين بستخدم الميزان خصوصا بعد طبعا الاسعار اللي احنا فيها دي فربنا يا رب يعفو عنا جميعا فبنحاول الى قد ما نقدر نعمل وصفات موفرة يعني ما شاء الله مثلا 150 جرام من اللحمة المفرومة يملولنا 6 صوابع من الكفتة حلوين جدا وحجمهم ما شاء الله ممتاز ممكن تحطوهم كده تحت صنية بطاطس مثلا تبقى طعمها حلو ممكن تعملوا رز مثلا بالخضار بتكون حاجة حلوة جدا جدا وفقها الكفتة ممكن تشوها ممكن تقلوها بصراحة في الفرن فوق بطاطس بتبقى حلوة جدا جدا وكده اللحمة المفرومة خلاصة على الصاجت ويه كمان دي ممكن تعملوها مثلا في يعني مكرونة بشاميل صنية جلاج باللحمة المفرومة طبعا كل الحاجات دي بيكون جميلة جدا ومشاء الله طلعت نص كيلو بعد كده بقى يا جماعة الكفتة الرز تاعتنا بعد ما خرجناها من التلاجة كده نقدر ان احنا بقى نصبعها بالشكل اللي انتو شايفينه ده وطبعا تدهنه اوديكو زيت ممكن بقى تخزنوها كده عادي خالص لرمضان ولكن انا دايما بحب اخزنها بس تكون مقلية علشان طبعا ايه الخضرة اللي فيها ما تعملش كده طعم او ريحة غريبة وزي ما حضراتكم شايفين الكفتة باسم الله ما شاء الله تحفة جدا 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 تقدروا بقى مثلا على حسب كل واحد بيحب بيكل قد ايه طبعا 7 صوابع 8 صوابع 5 صوابع وتشيرها في الفريزر وقال فانا وشفها ترجمة نانسي قنقر